بالرغم من تزايد الدعوات الشعبية لتتبع الأموال العراقية المهربة للخارج لكن ثمت صعوبة كبيرة في إنفاذ هذه الخطوة بسبب وجود جهات سياسية وحزبية وميليشيوية تعمل على عرقلة هذه الخطوة المجلس العلى لمكافحة الفساد قال إن الأموال المنهوبة والمهربة تعادل حجم أموال الموازنات الاستثمارية التي أقرت منذ عام 2003 وحتى الآن وأشار المجلس إلى أن سهولة إيداع الأموال المنهوبة في مصارف خارج العراق تخلق صعوبة كبيرة في استردادها وقد يحتاج بعضها إلى 51 عاما أما لجنة النزاه البرلمانية فقد أكدت أن ملف الأموال المهربة يحمل الكثير من الخفايا فهناك جهات متنفذة تحول دون فتح هذا الملف المهم بشكل جدي فضلا عن عدم رغبة الحكومات المتعاقبة في الاقتراب من هذا الملف ووفقا لتقرير حديث لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فإن حجم الأموال التي نهبها السياسيون الفاسدون في العراق يتراوح بين 150 إلى 300 مليار دولار أودعت في بنوك أجنبية وأن عملية نهب أموال العراق بدأت منذ عام 2003 وساهمت فيها كل الحكومات التي تعاقبت على الحكم خاصة حكومة المالكي التي اعتبرته الصحيفة الأمريكية أبرز رئيس حكومة ساعد شبكة الفساد الحكومي في الاستيلاء على المال العام المفارقة أن الطبق السياسي المتهمة كلها بهذا الفساد باتت تزايد بعضها على البعض الآخر في أحاديث النزاهة والعفة ونظافة اليد والتحذير من مخاطر استمرار هذا الفساد الذي جرف كل مقدرات العراق الاقتصادية حتى بات البلد على حافة الإفلاس والتسول من الخارج